حوارات التناصح كالسراج معين في المسير لكل داج ففاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج حوارات التناصح كالسراج معين في المسير لكل داج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخذ المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح رصدت كتب الرحلات إلى البقاع الشريفة مشاهد وصور تبرز أحوال المسلمين في طريقهم إلى الحج وما يعانون فيه من مصائب وحرصهم على أداء المناسك رغم بعد البلدان ونقلت لنا أحوال المسلمين في المشاعر واستثمار العلماء لهذه المواسم في توعية المسلمين ونصرة قضاياهم وكتب كثير منهم المقالات التي تبين حكم الحج ومنافعه ومنافعه للناس على مدار الزمان فكانت هذه المدونات كنوز ثرية بالمعلومات والذكريات اهتم بجمعها وتقريبها للقراء أحد العلماء وهو الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف فكالله أسرع نحاول في هذه الحلقة الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية حول الحج في كتب الرحلات السلام عليكم شيخ محمد أهلا وسهلا بك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شيخ عبد الله ومشاهدي قناتكم وأهل ليبيا الكرام أهلا وسهلا بك أستاذ محمد لو نبدأ ونحن في هذه الحلقة نستعرض فيها بعض الرحلات الحجازية ولكن في هذا المقاعم نريد أن نبدأ عن صاحب كتاب المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية وهو الشيخ محمد موسى الشريف نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله طبعا أنا شاكر لكم إتاحة الفرصة للحديث في هذا الموضوع وللحديث عن هذا الشيخ الكريم فضيلة شيخنا الشيخ الكريم الدكتور محمد موسى الشريف طبعا الدكتور محمد موسى الشريف هو من المعتقلين من المشيخ المعتقلين في السعودية من الحملة الكبيرة التي كانت في 2017 أي أن هذا هو العام السابع له في هذا الاعتقال الشيخ محمد موسى الشريف حفظه الله وفرج كربته حقيقة من أغزر المعاصرين إنتاجا وهو بالأصل طيار ويطير بالفعل على الخطوط الجوية السعودية وحتى حين اعتقل كان خارجا إلى عمل يعني كانت لديه رحلة طيران لم يعتقل مثلا من بيته أو ما شابه وإنما كان في رحلة عمل ولكن الشيخ رغم انشغاله بالطيران ورغم قيامه بهذه المهمة فهو حقيقة من أغزر المعاصرين إنتاجا يعني كتبه أظنها تفوق المئة أو المئة وخمسين أنا لم أحصرها ولكن عندي في مكتبتي منها أظن يعني لا يقل عن الخمسين كتابا على الأقل وكثير من كتبه ليست عندي وكذلك بعض ما أجمعه له من المنشور مصورا على الإنترنت فحقيقة الإنسان يستغرب من علو وهمة هذا الرجل وهو يكتب في أمور عديدة يعني الشيخ محمد موسى الشريف يعرفه وعموم الناس بأحاديثه التاريخية لأن كانت له سلاسل تاريخية تناول فيها تاريخ الحملة الفرنسية وتناول فيها التاريخ المصري وتناول فيها كذلك تاريخ الجزائر كانت له سلاسل تاريخية وكذلك عن السيرة النبوية وغير ذلك ولكن الشيخ يكتب في أمور كثيرة يكتب حتى في علوم القرآن وفيها كانت رسالته للدكتوراه يعني رسالة الشيخ محمد موسى الشريف للدكتوراه كانت عن إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي وبقية العلماء وكتاب ضخم مجلد ضخم عندي وله كذلك كتب في مسائل فكرية ومسائل دعوية هو من مشاهير الدعاء ومن الذين طبقوا الآفاق وكان كثير الأسفار وحتى له عدد من المذكرات كتب صغيرة رحلتي في قراءة في طلب العلم ورحلتي في القراءة ورحلتي في الكتابة ورحلتي كطيار وله كتب عن دول العالم الإسلامي ولعل الله يسر أن نتكلم عنها بشكل أكثر تفصيلا ولكن مناسبة الحديث عن الدكتور محمد موسى الشريف اليوم أنه كان من مؤلفاته هذا المؤلف الذي أرجو أن يكون واضحا أمام الجمهور وهو كتابه المختار من الرحلات الحجازية كتاب المختار من الرحلات الحجازية في أربع مجلدات وهذا شكل غلافه أرجو أن يكون واضحا بالنسبة للجمهور ماذا فعل الشيخ في هذا الكتاب لو تسمح لي يا مولانا أذكر لك شيئا من منهج الشيخ محمد موسى الشريف حفظه الله هذا الشيخ محمد موسى كان يقول بأن قراء الوقت المعاصر لا يتحملون المطولات فلذلك هم بحاجة إلى الكتب المختصرة وقد أنتج كثيرا من كتبه على هيئة الرسائل الرسائل المختصرة لكي تناسب القراء المعاصرين ومن خدماته التي خدمها للتراث الإسلامي أنه سعى في اختصار كثير من كتب التراث المطولة يعني مثلا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي كتاب كبير طبع في بعض طبعته في خمسين مجلدا الشيخ محمد موسى الشريف هذب الكتاب واختصره وانتقى منه في أربع مجلدات سماها نزهة الفضلاء من سير أعلام النبلاء كذلك مثلا كتاب رياض النفوس كتاب رياض النفوس هذا من كتب التراجم لعلماء المغرب العربي ترجمه اختصره وهذبه في مجلد واحد بعنوان رضا القدوس فصارت تراجم علماء المغرب كتاب الوافي بالوفيات للصفدي أحد أهم الكتب والمراجع في التراجم لأعلامنا في التاريخ الإسلامي أخذ منه الشيخ محمد موسى الشريف اهذبه في مجلدين أو ثلاث الوهم من الآن الكتاب عندي في المكتبة سبحان الله مجلدين تقريبا وسماه الأخبار العليات من الوافي بالوفيات الأخبار العليات فاختصر فيه هذا الكتاب ثم الشيخ محمد موسى الشريف أراد أن يقدم زبدة لكتب التراجم فاستخلص من تسعة عشر كتابا في التراجم عبر تاريخنا الإسلامي تسعة عشر كتابا في التراجم استخلص منها كتابا سماه المختار المصون من أعلام القرون فمن قرأه كان كالزبدة لهذه الكتب وطبعا هذا للمبتدئ أما من يتشوق فإنه ينطلق من هذه الزبدة وهذا المختصر إلى غيره طيب وهناك أمور أخرى لا أطيل الآن بذكرها ففي هذا الإطار الشيخ محمد موسى الشريف أراد أن يقرب للناس وأن يعني يهذب لهم ويصفي لهم ما كتب في الرحلات الحجازية الرحلات الحجازية هي رحلات الحج عادة رحلات الحج طبعا هناك يعني رحلتين إلى المدينة المنورة لم يذهب صاحبهما إلى مكة فمن أربع وعشرين رحلة اختار لخصها في هذا الكتاب كتاب المختار من الرحلات الحجازية فصار يأتي بالرحلة يعرف بصاحبها تعريفا موجزا ويأخذ منها يعني مقتطفات مما يشير إلى أوضاع الحجاز وإلى أوضاع الحجاج وإلى الأمور التي كانت سائدة والأمور التي لفتت النظر والأخبار التي فيها العظات والعبر ويسجلها في هذا الكتاب هذا الكتاب ثلاث مجلدات أو أربع مجلدات هذا المجلد الرابع منها هو مجلد الفهارس مجلد الفهارس وهذا مجلد الفهارس مجلد لطيف جدا من الأمور التي اهتم بها الشيخ محمد موسى الشريف أنه يجعل فهارس للكتاب الكبير ولكن الفهارس هنا ليست فقط فهارس إنما اسمح لي أشير إنما هو بعد طبعا فهارس القرآن والحديث يجعل فهرس للفوائد فضل نعم إذن هذه ربما من فوائد الشيخ محمد موسى الشريف عادة المؤلفين يضعون فهارس للمواضيع والآيات والأحديث والأشعار وليس للفوائد لكن دعني أسألك سؤال خاص في هذا في موضوع الشيخ محمد موسى الشريف أنت دائما أستاذ محمد تقترح اسم الأستاذ محمد الشريف في أكثر من موسم في برنامج ويبقى الأثر وتريد أن تطرح وتتحدث عنه هنا يدعون السؤال إلى ما علاقتك بشيخ محمد موسى الشريف يعني لا أستطيع أن أقول إن بيني وبينه يعني علاقة خاصة لكن الرجل كان من مشايخي كان إذا جاء إلى القاهرة فكنت أحضر بعض دروسه ومجالسه والتقيت به لأول مرة في القاهرة لقاء عابرا يعني أتذكر أن أول لقاء لي لأنه دائما الشيخ وقته مكدس وكنت حرست على الاتصال به التقيته في الطريق من مدينة نصر إلى المطار يعني في التكسي فكان هذا أول لقاء لي لأن الشيخ دائما وقته مكدس ثم يعني كانت العلاقة بيننا علاقة علمية لقيته بعد ذلك في أسفاره ما أستطيع أن أزعم أن بيني وبين الشيخ علاقة خاصة ولكن استفدت كثيرا من كتبه وكذلك استفدت من جلساته كما يستفيد عموم الناس لكن لو تسمح لي يا مولانا أنا أحب أن ألفت النظر إلى مسألة فيهرس الفوائد لأن فيهرس الفوائد هذا من الأمور الجليلة التي قد تشوق القارئة إلى مطلعة هذا الكتاب والمناسبة هذا الكتاب متوفر على الإنترنت مصورا يعني يستطيع من يدخل إلى الإنترنت أن يبحث بالمختار من الرحلات الحجازية فيجدوا الكتابة إن شاء الله يعني فيهرس الفوائد هنا هو يقسمه مثلا إلى الحج حكم وآثار يذكر فيه أخبار التشويق للحج يذكر فيه من هذه الرحلات يعني أين هي المواضع التي فيها التشويق للحج الحديث عن الحجاج وقوافل الحج وعن أمير الحج وعن الاعتناء بكبار الحجاج عن دواب القوافل عن السيارات عن السكك الحديدية الفهرس الثاني فهرس عن الصعاب التي يكابدها الحجاج حين كانوا يسافرون بحرا أو برا أو مصاعب الصحراء أو ما يخرج عليهم من قطاع الطرق أو ما يعانونهم من قلة الماء الحديث عن المطوفين في مكة أو المزورين في المدينة المزورين يعني الذين يزيرون الناس يزيرونهم يعني يرشدونهم في زيارتهم لأن كلمة المزورين قد يفهمها بعض الناس من التزوير وكذلك ما في مكة وأحوالها وما في المناسك وأحوالها آه نعم وما في حرمها الشريف وأهلها وما يكون المقارنات بين الإسلام والأديان الأخرى الحديث عن الدول والسلاطين والملوك والخلفاء والوزراء في الحكومة المصرية أو الهندية أو السعودية وكذلك الحجاز المدن التي يمر عليها الحاج أحيانا يتكلم عن طرائف ونوادر أحيانا يتكلم عن آثار إذن يبقى أستاذ محمد فهذه يعني مواضع حتى لا يدهمنا الوقت حتى لا يدهمنا يبقى أن هذه نوع من التسهيل لكي يعود القارئ إلى مواطن ربما يحتاج البحث فيها إلى تقليب كثير من الصفحات فيجد في هذه الفهارس الفائدة التي يريدها لكن دعني أسألك ما أهمية كتب رحلات الحرامين نعم بارك الله فيكم طبعا أهمية كتب رحلات الحرامين هذه تدفعني إلى أيضا الإجابة على السؤال الماضي الذي كان أننا نريد أن نتحدث عن الشيخ وكتبه في برنامج ويبقى الأثر لأنها رحلات الحرامين الشريفين الله تبارك وتعالى هذه الله تبارك وتعالى أحد الإعجازات القائمة المستمرة حتى الآن في عالمنا المعاصر هو إعجاز الحج لأن هذا الحج أثر من آثار نداء نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام فمنذ ذلك الوقت قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فمنذ ذلك الوقت قبل آلاف السنين ولا يزال الحج مستمرا إلى يوم الناس هذا وذلك دليل استمرارية لا يمكن أن تكون إلا لشيء قد يعني جعل الله فيه بركته مع أن هذه الديار كانت طوال عمرها وإلى الآن ليست فيها المنافع التي يقصد إليها الناس يعني ليست فيها أراضي خصبة ليست فيها فرص عمل كثيرة ليست فيها الرغائب الدنيوية التي يذهب إليها الناس يعني حتى النفط الذي اكتشف فيما بعد إنما اكتشف في المناطق الشرقية لم يكتشف في مناطق الحجاز فالخلاصة أن شوق الناس وحنينهم وتلهفهم إلى زيارة هذه البقاع المقدسة ليس إلا شيئا دينيا روحيا معنويا لا يتعلق بشيء من أشياء الدنيا وإن كان قد أجاز الله وسمح للحجاج من الخارج أو لأهل هذا الحرم من الداخل أن يشهدوا منافع لهم في الحركة التي تتيسر على سبيل الحج يعني الحج أولا هو الذي صنع هذه المنافع وكنا تكلمنا مولانا في السنة الماضية في برنامجكم الكريم هذا عن القصص العجيبة التي دارت في الحج وكيف أنشأ الحج طرقا تجارية يعني كان الطرق الحج ينشأ عليها مراكز تجارية وموانئ الحج ينشأ عليها مدن تجارية وكذلك مشروعات كثيرة في بلاد الفقر والجدب كانت لا تجد من يستكملها فيستكملها الحجاج لأنها تقع على طرقهم التجارية فالحج أولا هو الذي أنشأ هذه المنافع وأنشأ هذه الفوائد وأنشأ هذا الترابط بين الأمة الإسلامية لكن الأصل هنا لم يكن أصلا دنيويا وإنما كان أصلا دينيا فإن هذه البلد منذ أن نزلها نبي الله مع زوجته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل لم يكن فيها شيء ولذلك دعا نبي الله إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لكن يبقى أن كتب الرحلات هذه نزل فيها وقف للحالة الدينية والاجتماعية وأيضا حتى السياسية مع تداول الملوك وهذه الرحلات كتبت في عصور مختلفة فبعضها في عهد الأيوبيين وبعضها في عهد الممليك وبعضها في عهد العثمانيين حتى وصولا إلى العهود المتأخرة نعم جميل أنت سبقتني بما كنت أريد أن أقوله من أن هذه البذرة بذرة الحج التي بنيت على أمر ديني ترتب عليها كثير من الأوضاع حتى صار الناس يقدمون إليها من المشرق ومن المغرب أقصى المشرق وأقصى المغرب وصارت تملأ الدنيا بما فيها من المنافع وما فيها من الحكايات ما الذي يثبت لنا هذا على وجه من التفصيل هو هذه الكتب كتب الرحلات كتب الرحلات تنبئنا بسائر كتب الرحلات الحجزية يعني الرحلات إلى الحج تنبئنا بسائر تفاصيل هذه المعجزة كيف أوجد الدين في هذا المكان القفر الجدب حالة هائلة من الاجتماع الإنساني والمنافع الاقتصادية والعلاقات السياسية وتعارف الأمم البعيدة كيف يمكننا أن نفهم هذا الإعجاز نفهمه من خلال هذه الكتب هذه الكتب هي التي تيسر لنا وتقرب لنا هذا يعني أنت حين ترى أنت تستطيع أن تقول وتدعي أن الحج يلتقي فيه المسلم من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وأنه يلتقي فيه الأبيض والأحمر والأسود من الناس ولكن كيف التقى هؤلاء كيف يتعاملون مع بعضهم إذا التقوا ما الذي يناقشونه كيف يتعرفون على أحوالهم وقضاياهم كيف يتعاونون هنا تجد هذه التفاصيل في كتب الرحلات الحجازية يعني في هذا الكتاب الذي ذكرناه أنفا وهو كتاب المختار من الرحلات الحجازية الشيخ محمد موسى الشريف استعرض 24 رحلة 24 رحلة بدأت من ابن جبير ابن جبير الأندلسي هذا رجل من الأندلس من شاطبة في الأندلس الأندلس ليه إسبانيا والبرتغال الآن شاطبة الآن في الأندلس في إسبانيا هذا الرجل الأندلسي عاش في القرن الخامس الهجري ويعني جاء من المغرب والمغرب في ذلك الوقت كان فيه زمن دولة الموحدين وحين جاء عبر هذا الطريق كان الذي يحكم مصر والشام في ذلك الزمن هو الدولة الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي ثم ذهب إلى البيت الحرام طيب لو لا هذه الرحلة لو لا هذه الرحلة ما كنا عرفنا بعض التفاصيل التي وردت فيها ولم ترد في كتب أخرى الرخت لصلاح الدين الأيوبي ولمصر والشام في هذا الوقت يعني لك أن تتخيل أن كثيرا من التاريخ حفظته الرحلات الحجازية لأنه لم يكن ملتقطا ولا واضحا في كثير من الكتب التي تعمدت التاريخ العام أو التاريخ السياسي وخصوصا أن الرحلات الحجازية هي نوع من التاريخ الاجتماعي التاريخ الذي يؤرخ للناس طبعا فيه ذكر الملوك والوزراء والأمراء ولكنه تاريخ يؤرخ للناس وبعد ذلك هناك مثلا رحلة العياشي ورحلة التجيبي وغيرها من الرحلات وصولا إلى الرحلات المعاصرة التي منها رحلة محمد لبيب البتنوني الذي رافق الخدوي عباس حلمي الثاني وهذا في أيام الاحتلال الإنجليزي ورحلة الشيخ رشيد رضا ورحلة شاكيب أرسلان ورحلة الشيخ علي الطنطاوي ورحلة الفريق رفعة إبراهيم رفعة المصري كتابه مرآة الحرمين واللواء إسماعيل صادق كتابه كوكب الحج فهذا التنوع حتى في المسار الزمني وفي المسار المكاني وبعضهم ليسوا مسلمين بعض الرحلة التي تجعل المسلمين بعض هؤلاء ليسوا من المسلمين وكاتبوا أيضا رحلتهم إلى الحج نعم نعم بعض هؤلاء الرحالة ليسوا من المسلمين بل ومن العجيب وهذا ذكره الشيخ في مقدمته هنا أن هناك رحلتان من رحلات غير المسلمين يقول الشيخ محمد موسى الشريف حفظه الله إنهما على أهميتهما لم أستطع أن أختصرهما ولا أن أستخلص منهما يعني ما أجعله في هذا الكتاب وهي رحلة بوريك هارت وهذا رجل سويدي ورحلة رجل هولندي اسمه سنوك هورخروني لكثرة ما فيهما من التفاصيل لكثرة ما فيهما من التفاصيل طبعا مسألة غير المسلمين حين أرادوا أن يحجوا يعني هناك أمران يعني أول لا أقول أول وإنما ثاني من وصلت إلينا رحلته أو ثاني من وصل إلينا أنه حج ووصل إلينا كتابه هو جوزيف بيتس جوزيف بيتس هذا كان رجلا إنجليزيا ولكنه كان يعمل فتا بحارا أسر في البحر المتوسط أيام الجهاد الذي كان بين الدولة العثمانية وبين الإسبان طبعا كانت قوتين كبيرتين عالميتين في ذلك الوقت وكان هناك كثير من الجهاد التطوعي لإنقاذ الأندلس ومساعدة أهل الجزائر لإنقاذ الأندلس ومساعدة أهل الجزائر والمغرب للأندلس وكذلك لصد أهل الجزائر والمغرب وتونس لمحاولات الإسبان احتلالهم ففي هذه الفترة أسر هذا الفتى وكان سيده رجلا جزائريا وهذا السيد أجبره على الإسلام وهذه رواية الفتى الإنجليزي جوزف بيتس نعم فأجبره على الإسلام وأخذه معه إلى رحلة الحج جوزف بيتس نعم أخرجه معه إلى رحلة الحج ثم كتب بعد ذلك حين أعتقه وهو فضل أن يسافر ويرجع إلى بلاده كتب هذه الرحلة طيب هذا جانب لكن هناك جانب آخر وهو جانب محاولة المستشرقين لمعرفة أحوال المسلمين لمعرفة أحوال المسلمين يعني مثلا من أشهر الرحلات كانت رحلة صاحبها إيطالي اسمه فارتيما هذا الرجل الإيطالي كان جاء إلى الحج باسم يونس العجمي أو يونس المملوكي المصري جاء إلى الحج يعمل في الجاسوسية للبرتغاليين في ذلك الوقت كانت القوة الإسلامية ممثلة في الدولة العثمانية كانت في ذروتها القوة الغربية الذروة في القوة الغربية في ذلك الوقت كانت عند الإسبان والبرتغال وهذه هي الفترة التي استطاعوا أن يكتشفوا فيها الأمريكتين وأن تجول أساطيلهما في المحيط الهادي وفي المحيط الهندي وتحتل السواحل الشرقية والغربية لإفريقيا وكذلك تحتل السواحل الجنوبية عند الهند وباكستان وهناك حصلت المواجهات المشهورة مع الدولة العثمانية الإسبان والبرتغاليين كانت من خططهم أن يدخلوا من البحر الأحمر واستعانوا في ذلك الوقت بإمبراطور الحبشة النصراني التي هي إثيوبيا الآن كانوا أن يدخلوا من البحر الأحمر ويهاجموا الكعبة وينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو لا قوة الدولة العثمانية وتصديها لهذه المحاولات عند خليج عدن والخليج العربي وكذلك عند الهند لا كان تاريخ آخر فارتيمة الإيطالي هذا أحد الغربيين الذين حجوا لكي يتجسسوا لحساب البرتغاليين على ما يحدث في قلب العالم الإسلامي وفي ذلك الوقت كانت الأجواء هي أجواء صعود الدولة العثمانية التي فتحت القسطنطينية وكانت في ذروتها في ذلك الوقت لأن هذا كان فيه زمن محمد الفاتح بعد ذلك استمر هذا النهج وبدأ أكثر في رحلة ريتشارد بيرتون وهذه حلقة لمن أراد أن يرجع إلى التفصيل فيها كنا تكلمنا عنها في برنامج ويبقى الأثر في الموسم الثالث ريتشارد بيرتون في حلقتين حلقة جوزف بيرتون نعم نحن تكلمنا لكن يبقى الأثر عن ريتشارد بيرتون في مصر لم نتكلم عنه في الحج لأنه كانت تحلته طويلة ففي أثناء رحلته إذا الحج ظل في مصر وكان هذا هو المجلد الأول من رحلته وهي ثلاثة مجلدات أما جوزف بيرتون فتكلمنا عن رحلته للحج فعلا أقصد هنا أن ريتشارد بيرتون ليس كجوزف بيرتون وإنما هو كفرتيمة هو محاولة تجسس ومعرفة التفاصيل التي تتعلق بالحج لكي يقدمها إلى دولته هو طبعا من أهم رجال الحكم البريطاني وكان موجوبا في التنقر ووصفه الشيخ محاق موسى الشريف وكان أعقلهما ولذلك كانت أوصافه وكانت توصياته يقصد أعقلهم بمعنى أنه أكثرهم موضوعية في الوصف أنت تعرف الجاسوس أو رجل المخابرات حين يكتبوا تقريرا فإنه لا بد أن يكتب تقريرا على النحو الدقيق ليست مهمته هنا أن يشوه لأنه لا يريد أن ينشر هذا كعمل دعائي وإنما هو يريد أن يقدم لبلده الحقيقة التي رأاها لأن الرائد لا يكذب أهله فالعميل المخلص أو العين المخلصة لا تكذب من تكتب له التقارير فهو الرجل صحيح كان كتب على نحو من التفصيل ونحو من التفصيل الدقيق الذي إذا قورنا بما كتب قبله لا يظهر فيه نبرة الحقد والعداء لأن يا مولانا أنت تعرف الشخص حين يكون مقهورا ومهزوما مثل حال فرتيمة الإيطالي هذا رجل مقهور ومهزوم والدولة العثمانية قد اجتختت وأنهت الدولة البيزنطية وقلعتها القسطنطينية وكالنستها العظمى في آيا صوفيا بخلاف الرجل الإنجليزي الذي يعيش في منتصف القرن التاسع عشر الذي يتمتع بكثير من الهيمنة والحضور والقوة فهو ليس في حاجة إلى أن يتزيد وإنما في حاجة إلى أن يكتب كتابة موضوعية يعني مثلا بعض أساتذتنا يقول أن الحضارة الميتة الحضارة الميتة سندرسها بموضوعية لأنه لا خوف منها يعني الآن الذين يدرسون الحضارة الفرعونية ليست لديهم مخاوف من انبعاث الحضارة الفرعونية مرة أخرى فلذلك هم يدرسونها دراسة موضوعية وحقيقة أفضل الكتب الاستشراقية التي وصفت عالمنا الإسلامي إنما كانت في اللحظة التي شعر فيها الغرب بقوته وهيمنته وتفوقه ولم يكن يشعر فيها بمخاوفه حين كان يشعر الغرب بالمخاوف كان يكتب كتابة مصبوغة بهذا الحقد والعداء والروح التي فيها تحريض على المسلمين وشيطنة لهم ولكنه حين صار متمكنا ومهيمنا فإنه كان يكتب كتابة أكثر موضوعية فالقصد هنا أن رحلات غير المسلمين وذكر منها هنا أربع رحلات كانت في هذا السياق نعم أستاذ محمد هنا الشيخ محمد موسى الشريف أيضا سار على طريقته في قضية الاختصار واختصر هذا الكتاب واستلم منه أيضا كتابين نعم صحيح الشيخ محمد حفظه الله أولا يعني ذهب إلى أنه بعض الرحلات رأى أنها لم تكن كتبا ولكنها مقالات مطولة وفيها فوائد ينبغي أن لا تفوت فألحق بهذا الكتاب بعد الرحلات الأربع وعشرين ألحق بها بعض المقالات منها مقال للدكتور حسين مؤنس الدكتور حسين مؤنس طبعا رجل مؤرخ مصري معروف ومنها مقالات آخرين سبحان الله يعني ذهب عني الآن أسماءهم ولكنها عدد من المقالات منها مقال رئيس مجلة المنهى الأدبية ويعني إذا استحدرت مقالات الزياد وسيد قطب ومصطفى السباعي القصد هنا وعلي التنطاوي كثيرة مقالات كثيرة أنا أقصد يا مولانا أقصد المقالات التي ألحقها بالكتاب أقصد المقالات التي ألحقها هنا بالكتاب هو في هذا الكتاب في كتاب المختار من الرحلات الحجازية بعد أن تكلم عن الرحلات الحجازية اسمح لي أن أقولها لك جاء بمقالات لي طلعت حرب باشا الاقتصاد المصري المعروف نسميها أبو الاقتصاد المصري في مصر صاحب بنك مصر الرجل المشهور ومقالتان للدكتور عبدالوهاب عزام وهو أديب مصري معروف أيضا ومقالة للأديب السعودي عبدالقدوس الأنصاري اللي هو صاحب مجلة المنهل ومقالة الدكتور حسين مؤنس ومقالتين لاثنين من فضلاء النجديين ومقالة أخيرة يعني ثماني مقالات المقالة الأخيرة لأستاذ محمد بن أحمد العقيلي وهذه ذكر فيها طريق الحج هذه المقالات الحقها بهذا الكتاب بكتاب المختار من الرحلات الحجازية لأنه كان فيها وصف لرحلتهم إلى الحجاز لم تكن كتبا لكنه بعد ذلك أفرض كتابا آخر للمقالات النفيسة في مسألة الحج وهو كتابه المقالات النفيسة في الحج إلى الأماكن أو المشاعر الشريفة في هذه المقالات انتقى من مقالات الدعاء منهم طبعا منهم أحمد حسن الزياد كما تفضلتم ومنهم الشيخ الغزالي ومنهم الشيخ علي الطنطاوي ومنهم الشيخ محمد أديب صالح ومنهم عبدالوهاب عزام ومنهم حتى لحسن البنة وغيرهم من الكبار علماء العالم الإسلامي التي جمعها من بطون المجلات والصحف والشيخ أيضا معلش أنا اسمح لي أيضا أن أستطرد هذه فرصة تكلمنا في عن الشيخ الشيخ حقيقة له مجهود وافر في التقاط الفوائد أيضا من المجلات وله مثلا كتاب اسمه الاختيارات من مجلة معهد المخطوطات معهد المخطوطات العربية الموجود في القاهرة كان يصدر مجلة دورية لا يهتم بها ولا يطلع عليها إلا المهتمون المتخصصون بالتراث العربي لأنه معهد متخصص يعني معهد نخبوي معهد المخطوطات العربية وهذه المجلة لا يتابعها إلا أولئك فصار يختار منها المواد النافعة ويصدرها في كتاب وله كتاب أيضا عن الاختيارات من مجلة المعهد المصري في مدريد وهذه مجلة كان يصدرها الدكتور حسين مؤنس وتبعه فيما بعد تلاميذه وإخوانهم من المؤرخين الأندلسيين هذه كان يصدرها المركز الثقافي المصري في مدريد عن الحضارة الأندلسية وكان يكتب فيها أيضا أساطين المؤرخين أيضا جمع كتابا استخلص منها بعض هذه الأشياء حقيقة الدكتور محمد موسى الشريف لسعة اطلاعه وعلو همته قرب كثيرا من كتب التراث وهذه مع الأسف من الأمور غير المعروفة عنه فيما أرجع الآن إلى ما كنا نتكلم فيه انتقى الشيخ محمد موسى الشريف من العديد من المطبوعات والمجلات والصحف أفضل المقالات التي رأها فيما يخص الحج فأنت صرت في هذا الكتاب كتابه المقالات النفيسة أمام بستان جميل جدا جدا من قريحة كبار العقول وكبار الأدباء الذين كتبوا عن الحج ومعانيه وآثاره والعظات والعبر فيه وهنا هذه المواد يمكن أن يستفيد منها الخطباء والدعاء والوعاظ وحتى الذين يتكلمون على السوشيال ميديا على الفيسبوك أو حتى اليوتيوبرز والتيكتوكرز الذين يمكن أن يستفيدوا أمور النافعة أنا أنصحهم بالعودة إلى مؤلفات الدكتور محمد موسى الشريف وإلى هذه الكتب وإلى هذه المقالات لأن فيها مواد نافعة مفيدة لا يمكن أن يحصلوا عليها بطريقة عادية لأنها أصلا مستوحات ومستقات من كتب متخصصة ومن أرشيف قديم في المجلات يعني غابر في التاريخ فهذه دعوة أوجهها حتى للتيكتوكرز واليوتيوبرز ممن يحبون أن تكون موادهم نافعة طيب يا أستاذ محمد أستاذ محمد لو تذكر لنا أهم ما لفت نظرك في هذا كتاب أهم ما لفت نظرك في هذا الكتاب بالدات كتاب المختار في الرحلات الحجازية هذا سؤال صعب يا مولانا لكن أستطيع أن أقول لك أكثر ما لفت نظري في هذا الكتاب ربما شيء يتعلق به الهم الذي يعانيه المرء وهو الهم التاريخي والهم السياسي فمن أهم ما لفت نظري فيه مثلا الأخبار التي تعلقت الأخبار التي جاءت في هذا الكتاب وتعلقت بالدول المحتلة وكذلك الحكومات المستبدة كيف حاولت عرقلة الحج هذا من أهم ما لفت نظري يعني أن ترى مثلا أن تترك في تركيا لما هيمن على الحكم منع الحجاج الأتراك من الإتيان إلى الأرض المقدسة وقال لهم بأنه يعني ينبغي أن تنفق الأموال التركية إلى خارج تركيا أو حتى إلى يعني وبالذات إلى العرب وهذا يضع في الاقتصاد التركي وهذا يذكرك أيضا بما فعله الحبيب برقيبة الحبيب برقيبة في تونس كان أيضا ينهى عن الحج وكان يقول أن الحج هذا يخفض ميزانية البلاد من العملة الصعبة وبعدين أنتوا هتروحوا مكة ليه ممكن تزوروا الأولياء الموجودين هنا في تونس الحكومات المستبدة والحكومات المحتلة كانت تخشى من الحج لأن المسلمون حين يذهبون إلى الحج ويلتقون ويتعارفون ويحدث بينهم تبادل خبرات ويحدث بينهم حديث في الهموم طبعا هذا كله تحاول السلطات على مدى الزمن أن تضيقه وحتى وصلنا إلى الوضع الحالي الذي تمنع فيه السلطة السعودية تحديث عن أي أمور سياسية ولا رفع شعارات سياسية بالمناسبة إلى وقت قريب جدا إلى حوالي 15 سنة فات وفقط كانت بعض الحركات الإسلامية تنصب خيامها ويذهب الناس إلى قادتها وشيوخها وعلمائها ولم تكن هناك أزمة في هذا الباب على كل حال القصد هنا أكثر ما لفت نظري أرجع إلى القول بأن حكومات المحتل مثل الفرنسيين الذين أرادوا أن يمنعوا الحج لأنهم رأوا أن الحجاج الجزائريين حين يرجعون من الحج فإنهم يصيرون أكثر قوة وحتى وزير الخارجية الفرنسي معلش أيضا اسمح لي أستطرد هنا في كتاب الإسلام بين العلم والمدنية هذا الكتاب كتبه الشيخ محمد عبدو وذكر فيه مناظرته مع أحد النصارى مع هانوتو في هذا الكتاب ذكر أن مع فرح انطوان نعم نعم قصدت أنه نقل عن هانوتو الذي كان وزيرا للخارجية وكان مسؤولا ونقل هو كذلك عن وزير الخارجية الفرنسي اسمه كيمون أن هذا الحج بمثابة العمود الكهربائي الذي يضخ المقاومة في نفوس الجزائريين فلذلك لا يمكن أن يستقر الغرب ولا يمكن أن تتم علمنة الحالة الإسلامية ولا إدخالها في الحضارة الغربية إلا بهدم هذه الكعبة ونبشي قبر محمد ونقل رفاته إلى متحف اللوفر في فرنسا فهنا تجد في بعض تضاعيف هذه الرحلات بعض هذه الأنباء التي تخبرك كيف أن المسلمي الحج هو أحد العقبات التي تواجه المستبدين وتواجه المحتلين وتحفظ على الأمة دينها وترابطها وقوتها كذلك لفت نظري ما يكون ما فعلته هذه الحكومات في الاستيلاء على الأوقاف المخصصة لبلاد الحرمين وكيف أرادوا أن طبعا حين كان العالم الإسلامي كله بلدا واحدا كان يمكن للرجل في ليبيا وفي المغرب وفي مصر وفي غيرها أن يوقف أرضا أو يوقف شيئا يعني من المنافع وأن تكون عائداته للإنفاق على الحرمين وهذا الذي كان ينفق على الحرمين طوال عهد التاريخ الإسلامي كان المسلمون ينفقون عليه فضلا عن الإنفاق الذي كانت ترعاه الخلافة الإسلامية الموجودة في تلك الأزمان لما قامت هذه الدول الحديثة المعاصرة فيما بعد الاستعمار وتقسمت استولت على الأوقاف التي كانت مخصصة للحرمين فهذه أيضا مما تلفت الأنظار وكثير يعني مما يطول شرحه ويحتاج إلى تذكاره طيب أستاذ محمد ربما حتى لا يدهمنا وقت الحلقة يعني من ربما من أهم ما يميز موسم الحج هو قضية التعبير عن وحدة الأمة وحدة المسلمين ونحن نعلم جميعا مكائد الغرب وفي ظل هذه الهيمنة الغربية أنه كان دائما يفتت ويبدل جهده في قضية تمزيق العالم الإسلامي لكن يبقى موسم الحج هو منارة ومحطة للتذكير بوحدة الأمة هذا المعنى كيف تنظر إليه من خلال هذه الكتب كتب الرحلات أكرمكم الله نعم الحج ما يزال أحد أهم الحواجز والسدود التي تمنع الغرب وتمنع حتى الحكومات والأنظمة المعاصرة من أن تهيمن فكرتها الفكرة المتعلقة بالوطنية والقومية يعني يظل الحج تذكيرا سنويا للمسلمين بأنهم أمة مسلمة واحدة وأن هذا الرجل الإفريقي الأسود وكذلك الرجل الأوروبي الأبيض وكذلك المغربي من المغرب والمشرقي من إندونيسيا وماليزيا في أقصى المشرق إنما هم أمة واحدة ولهم هموم واحدة لهم أصل واحد أرضهم المقدسة واحدة كتابهم المنزل واحد نبيهم واحد مناسكهم واحدة بل حتى مظهرهم صار واحدا وغايتهم التي تتعلق بالآخرة وأنهم الآن في أثواب كأثواب الكفن وفي مشهد كمشهد يوم القيامة يعني ما يحييه الحج من المعاني في النفوس هو أحد أهم الأشياء التي تقف حائلا دون أن تترسخ عند المسلمين عند المسلمين ما يريد الغرب والأنظمة أن تترسخ فيهم وهي الوطنية بالمناسبة قبل يومين يعني أول أمس تكلم أو كتب عبدالخالق عبدالله الذي يعتبر الناطق غير الرسمي لمحمد بن زايد في الإمارات كتب تغريدة خطيرة جدا 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 يقول فيها من كان دينه أهم من وطنه فلا أمان له من كان دينه أهم من وطنه فلا أمان له يريد هو أن يجعل الوطن فوق الدين وهو في الحقيقة يريد أن يجعل الحاكم فوق الدين فأنظر إلى هذا المعنى الخطير الذي صرح هو به ولكن سائر الإعلام الحكومي لا يصرح به إنما يدس معانيه في الكلام مسألة الوطن والوطنية والحدود والأمن القومي المصري والأمن القومي الأردني والأمن القومي وهذه التي تجعل هؤلاء الحكومات تتمنى أن ينسى المسلمون أنهم أمة واحدة لأن المسلمون لو نسوا أنهم كل الضغط الموجود الآن على النظام المصري أو النظام الأردني أو غيره فيما يتعلق بغزة إنما هو ميراث الإسلام وميراث أن الناس يشعرون بأنهم أمة واحدة وإلا فإذا شعر كل قوم بأنهم لا علاقة لهم بالآخرين وأن نحن أمة وهؤلاء أمة فلن يكون ما يجري في هذا الأمر عارم في جميع النظام المصري ولا السعود ولا الإمارات ولا الأردني ولا أي شيء قضايا المسلمين كانت دائما حاضرة في مواسم الحج حتى في زمن الاستعمار كان موسم الحج فرصة لتحشيد الهمم على نصر كان مثلا أيام الاستعمار الإيطالي أو الاستعمار الفرنسي في الجزائر نجد أن هناك في موسم الحج تثار هذه القضية ويلفت الانتباه إليها وقد تكون هناك حتى بعض المتطوعين يذهبون من موسم الحج إلى وقت متأخر الجهاد الأفغاني كان أيضا تحشيد وتشجيعها دعم الجهاد الأفغاني كان في موسم الحج وكما تفضلت كانت بعض الجماعات الإسلامية نفسها تقيم سرادق ويستمعون إليها لماذا لا نشاهد ذلك اليوم في قضية غزة نعم لأن ما يحدث اليوم هو محاولة تفتيت وتقسيم هذه الأمة وما يزال الغرب الاستعماري وما تزال الحكومات تتدرج في محاولات السيطرة والهيمنة على العبادات حتى في أخص الخصوصيات يعني أنت رأيت مثلا كما مررنا في حادثة كورونا كيف كانت هذه فرصة لمنع الحج وكيف كانت هذه فرصة لتقليل أعدادها وكيف كانت فرصة لمنع قيام الليل في الترويح في رمضان لا أقصد الآن في السعودية فقط وإنما أقصد كل حكومة تحاول أن تستفيد من أي ظرف من الظروف لكي تمنع أي تجمع للمسلمين فهناك كما الأمة الإسلامية تحاول أن تنهض فإن هذه الأنظمة الغربية والتي من توابعها ومن أذيالها الأنظمة العربية هي تحاول أن تفسد كل ما في هذه العبادات من مظاهر وحدة المسلمين وقوتهم وأنت ترى الآن مثلا كما يحدث في الموسم الأخير من المطاردة الحجاج حتى بعد أن دخلوا مكة وترحيلهم وأن يستخلصوا فتاوى من شيوخ السلطان عندهم بأنه لا حج بلا تصريح فيشترطون ما لم يشترطه الله ورسوله وفي نفس الوقت الذي هم يفتحون فيه البلد للحفلات الماجنة والصاخبة والراقصة والتأشيرة التي تتعلق بالحفلات يسهل الحصول عليها بينما تأشيرة العمرة والحج يصعب العثور عليها وأنا أعرف من حاول أن يستغل هذه تأشيرات الحفلات فذهب منها إلى العمرة فقبض عليه وأرجع إلى مصر وحقق معه في مصر كيف يستغل التأشيرة الممنوحة من هيئة الترفيه لكي يذهب إلى بيت الله الحرام فيعتمر الحكومات تظل تحاول أن تفتت هذه الشعيرة وأنت سبحان الله كأنك ترى قول الله تعالى الذي ورد في سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم انظر هنا حتى أن الآية الله تبارك وتعالى لم يذكر الجزاء يعني قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء جميعا العاكف يعني القريبون منه المقيمون عنده والباد البعيدون عنه هنا لم تذكر الآية عقابه وهذا من سبيل كلام العرب أنه يسكت عن العقوبة يسكت عن العقوبة تخويفا ثم أردف الآية التي تقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني من يرد أن يهم بالإلحاد فيه في المسجد الحرام نذقه من عذاب الأليم فانظر كيف كانت العقوبة شديدة جدا يعني الذي يهم بالإلحاد في الحرام يهم يعذبه الله عذابا أليما فكيف بالذي يصد عن المسجد الحرام ده بعض الفقهاء كما لا يخفى عليكم يجعلون أرض مكة وبيوتها سواء للناس يعني لا يجيزون فيها البيع والشراء والتأجير أصلا وهذا كلام يرجع إليه في كتب الفقه يعني فقهنا عظيم ولكن بعضه لا يستوعبه المعاصرون لكثرة ما صبغت أذهنهم بمنطق الدولة الحديثة بس ما أريد أن أقوله عفوا يا مولانا ما أريد أن أقوله هنا هو أن الحج أحد الأشياء الكبيرة التي تحدث عليها المؤامرات والتي يراد أن تفرغ من معانيها وتراد أن يراد فيها أن يكون طقصا دينيا شعائريا تعبديا لا علاقة له بالمعاني الجامعة التي فيها تعاون أمة المسلمين ونهضتها والتقاؤها وترابطها وتماسكها نعم لقد دهمنا الوقت حقيقة لكن يبقى أن الكلمة الأخيرة في قضية الأقصى في هذه الحالة لا يمكن فصلها عن بيت الحرام والمشاعر وفي مثل هذه الأوضاع الآن في قضية غزة كيف تعلق نعم سبحان الله أيضا مما يعلق الناس بالمسجد الأقصى وهذا من السدود والحوائط والحواجز الكبرى أمام أن تمضي وتستقر وتهيمن الرغبة الصهيونية والرغبة الغربية أن المسجد الأقصى هو المسجد الثالث في الإسلام وهو قرين الحرمين الشريفين وهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى ولو أن المسجد الأقصى لم يكن دينا لكان قد سهل الاستيلاء عليه وهدمه أو حتى تحويله إلى كنيسة أو كنيس كما فعل الذين احتلوا بعض بلاد المسلمين وطردوهم منها يعني كما ترى الآن في قرطبة والأندلس وكما ترى في الأماكن التي استولت عليها روسيا في تتارستان وفي جمهورية أسيا الوسطى وكما ترى في الأماكن التي استولي عليها في البلقان وفي أرمينيا كثير من المساجد تحول إلى كنائس وبعضها تحول إلى حظائر خنازير بل أنا رأيت قبل أيام بعض المساجد الموجودة في سوريا حولها النظام إلى خنازير زرائب حيوانات فالمسجد الأقصى لولا أنه آية في كتاب الله ومرتبط بالمسجدين الكبيرين الحرمين الشريفين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان قد ساد الصهاينة فيه وربما هدموه وغيروه وأنشأوا ما يحلو لهم الارتباط المسلمين بدينهم وبأرضهم المقدسة وبكتابهم هو أحد الأهداف الكبرى العظيمة التي تركز عليها العبادات كما كان المسلمون يتوجهون إلى القبلة الأولى المسجد الأقصى فهم الآن يتوجهون إلى بيت الله الحرام كل يعني العبادات تؤكد على أن المسلمين أمة واحدة وهذا ما يحفظ على المسلمين دينهم حتى الآن نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية على ما تفضلت به وكما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة